موسيقى سليانة هي مهمشة على مدى العصور يعني لأسباب عديدة أولا ما فهماش إرادة خنقوله في العقود التعدات في العهد السابق ما كانش تم إرادة للبلاد هذه حتى منذ الاستقلال سليانة في عام تسعين ووقعت أيضا مسيرات مظاهرات للتنديد بالتهميش لأن التهميش تواصل في العهد ووقعت أيضا اعتقالات ووقعت مدهمات في المنازل معالجة أمنية كبيرة على الأحداث هذه شنية أسبابها أسبابها نفس الأسباب اللي انت عام 2012 بلاد توسليانة يقول ما عنداش إمكانيات بالعكس سليانة تحتوي على إمكانيات تعديد ما نحكيش على التقاتل البشرية والكفاءات اللي عندها يعني الكفاءات حتى من عهد الاستعمار قبل ذلك مع الحمد بن الذياف ومع غيرهم والأدباء وحتى معناها كفاءات علمية أيضا لكنهم كلهم هاجروا أغلبيتهم سليانة فهم مخزون ثقافي سليانة أكبر جيهة تحتوي على أثار حانبال زامة وقعت زامة معروفة زامة هي سليانة أصلها زامة منطقة جامعة الآن تتسمع بعيدة بعض الكلماتر على سليانة فيها حانبال ومعروفة يعني فها أثار عديدة في مكتر في بعرادة في سيد برويس ولكن لحد الآن لست هناك متاحف متاحف متاع أثار في الجهة هذه بالعكس بالأثار السياحة هي مخزون سياحة كسرة من أحسن الأمكان أيضا في الجبال الموجودة فهم في سليانة المناطق التبيعية ممتازة جدا يعني كان ربوماكي فيها عملوا سياحة ثقافية الأثار السياحة كلهم يحبوا يشوفوا الأثار متواجد الأثار لكن هذه مهملة مهملة تماما سليانة فلاحيا أرادها خصبة نعطي مثال على أرض الكريب مثلا ولا برغو ولا عديد من المناطق الأخرى هي يعني خصبة جدا لكن الإشكالية أنه فمش تشجيع ليس تكونوا سياسة استراتيجية متكاملة عبر العقود المتعددة ليه تشجيع سياحة ليه خلق مصانع يعني تحويلية فمش متاحن مثلا يعني مفهماش يعني ممتعة سليانة فها الماء الماء الطبيعي سخون وبرد الماء منعين بو سعدية كان يجي الكرتاج يعني ماء ممتاز جدا والحد الآن المشاون والناس يمشوا من منطقة بو سعدية كأنهم موجودين في سويسرا يعني مفهماش نزل نزل غادي مفهماش نزل يعني هذا هو التهميش الطرقات كما قلت بني التحتية مهترقة جدا علش نستنوا حتى الآن باش نعملوا شركة جهوية للنقل علش نستنوا حتى الآن باش نعملوا معهد نبوذجي تبهت حال هذي كل يؤدي لإحتقان ويولد شعور بالغبن ويولد أنا أمان سريانا نعرفها مش نعرف وبلادي أنا ما كي بديت نعرف ما تغيرش ما وصل المدينة يعني إن شاء الله الآن معناها فما عديد الشوانت اللي محلولة في سريانا لكن نجم نقوله أن يتأخر كثير هذا المعالج الأحداث كانت معالجة آمنية نهار 27 حسب الأحداث أنه وقع لما مع تصميم طلبوا مقابلت سيد والي أنا ذاك رفض وبعض أطراف حاولوا يدخلوا للولاية فوقع استعمال الغاز المسيل للدموع التقرير أثبت أنه الغاز هذي من عام من عام 84 يعني انتهت صلاحية ثم ما وقعش استعمال تدرج وخلاف القانو 69 ثم في المساء وقعت ملاحقة لأنه بعض حسب التقرير أنه بعض بطبيعة حال لم وقع استعمال الغاز المسيل للدموع وبعض بعض المشاركين من الصغر وكل استعملوا الحجارة بتبعية الحال الإنسان كليم وقعت ملاحقتهم وقع يعني 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 يعقاب جماعي ملاحقتهم في الأزقة في الأنهج في المدينة السريانة وقع استعمال العشية الرش ومن الممكن غد غد في نهار 28 نوفمبر وقع استعمال كثيف للرش والرش هذا محرم الرش وقع استعماله أولا من ناس من العوان في الظهر وفي الوجه يعني ما كانش ديفاء على النفس كيف تضرب على الظهر إنسان هارب تضربه بالرش أيضا تضح أنه عديد الأعوان جدد من التقرير يعني ما يعفوش استعمال لقنابل المسيلة للدموع وهذا يكون يعرفه القانون ما يستعملهوش بقدر ما كانت الصورة منتاع خروج الأهالي من سليانة وكيلومترات عديدة وشيخلوها معبرة ومؤثرة في العالم أثرت فينا جميعا بقدر نتمنىهم عاش تتعاود نحبوا أهالي سليانة يتشبثوا ببلادهم يخدموا بلادهم يخدموا أراضيهم يخدموا المنطقة ولكن هذا يتطلب توفير إمكانيات يتطلب إيرادة سياسية انتقال الديمقراطي يبقى مهدد مدام ما تماش انتقال اقتصادي واجتماعي مدام ما تماش يعني تفعيل التمييز الإيجابي لجهات المهمشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر